قبل قليل وعلى بركة الله هذا الشوط الثامن من مجموعة شوط هذه الفترة المسائية وهذا الشوط يعتبر الرابع للزمول في هذا المساء اذا هذا المساء سيكون ختامي او هذا اليوم وهذه المرحلة وهذا السن سن الزمول والحيل ختامي المرحلة الثانية من السباق المحلية الثالث وسنكون باذن الله على الموعد مع سادة المتابعين كما بيّنت اللجنة المنظمة لسباقات اللجن بان السباق المحلي الرابع يبدأ في الثاني والعشرين من هذا الشهر والبداية ستكون في الفترة الصباحية بتسعة اشواط الانتاج لابناء القبائل والفترة المسائية لاصحاب السمو والشيوخ وبعد ذلك تبدأ اشواط الحقائق النقدية في الفترة الصباحية يوم الخميسة الثالث والعشرين والمسائية أشواط الجوائز العينية والسيارات أيها الأعزاء مقدمة الشوت ومن يحتل للمركز الأول لهجن الشحانية التضمير مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي على المركز الأول ويليه ويليه على المركز الثاني البصير لهجن الشحانية تضمير مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي ننتقل إلى المركز الثالث ومن يتقدم امدلل أيضا لهجن الشحانية تضمير مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يقدم امدلل في ثالث المراكز المركز الرابع التواجد من خوزان لهجن الشحانية تضميره عن سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي بينما المركز الخامس عجيب تعود مركية عجيب لسعادة الشيخ محمد بن خليفة بن سعود بن ثاني آل ثاني التضمير مع راشد بن عبد القادر بن حسن البلوشي هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء أيها الحفل الكريم للخمسة المراكز المتقدمة الأولى في هذا الشوط وفي هذا النداء رابع أشواط الزمول في مساء هذه الليلة وفي مساء هذا اليوم وهذا هو الشوط الختام للزمول آخر أشواط الزمول يتبقى أربعة أشواط للحيل بعد هذا الشوط عموما الرامي على مقدمة الشوط وفي المركز الأول الهجن الشحانية تضمير مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي اللي يلازم الرامي وجنبا إلى جنب احتكاك ما بين الرامي وما بين البصير أيضا الهجن الشحانية وفي خط واحد وعلى نفس المستوى من خلال شاشة التلفزيون ومن خلال أرضية الميدان وأيضا من خلال مشاهدتي بالعين المجردة الاثنين في موقع واحد بل يتقدم قليلا في هذه اللحظات البصير الهجن الشحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي في عملية التضمير الرامي على المركز الثاني أيضا الهجن الشحانية وتضمير الرامي مع سلطان بن محمد الوهيبي المركز الثالث خوزان ما زال في نفس الموقع وفي نفس المركز المدع من بداية الشوط هذا هو خوزان الهجنة الشحانية تضمير مع سلطان بن محمد الوهيب المركز الرابع يتقدم فيه مدلل أيضا الهجنة الشحانية سلطان بن محمد بن سالب الوهيبي يقدم الأربعة المراكز الأولى بمحمد نتمنى لها التوفيق إن شاء الله في هذا الموسم المركز الخامس عجيب لسعادة الشيخ محمد بن خليفة بن سعود آل ثاني راشد بن عبد القادر بن حسن البلوشي على المركز الخامس والأمور على ما هي إلا حدث التغيير فقط ما بين المركزين تبادل مراكز ما بين البصير اللي كان في المركز الثاري وتقدم في هذه اللحظات مع اقترابنا من لوحة منتصف المسافة هذا هو مشاهدين الأعزاء البصير على مقدمة الشوت وفي المركز الأول وهذا المثلث الجميل والممتاز لهجنة الشحانية شوفوا مثلث متوازي الأضلاع بقيادة البصير على المركز الأول ومن الجانب الآخر الرامي ومتاب نقول رمى الرامي يا سلطان هذا هو الرامي على المركز الثاني الله يتقدم الرامي يتقدم الرامي ليختطف صدارة الشوت ويعيد حقوق المنهوبة هذا هو الرامي لجنة الشحانية تضمير مع السلطان بن محمد الوهيبي وعلى المركز الثاني خوزان يتقدم قليلاً ليختطف المركز الثاني الهجنة الشحانية سلطان بمحمد بن سالم الوهيبي في عملية التضمير بينما المركز الثالث البصير الهجنة الشحانية تضمير البصير مع سلطان بمحمد بن سالم الوهيبي دور دور المركز الرابع ومن يتقدم على المركز الرابع في هذه اللحظات امدلل الهجنة الشحانية سلطان بمحمد بن سالم الوهيبي يقود في التضمير ويتابعه في التسيير المركز الخامس تغيير ودخول أول نداء لهذا المتدخل مشكور تعود ملكية مشكور لسعادة الشيخ علي بن عبد الله بن محمد العبد الرحمن آل ثاني التضمير مع سعيد بن محمد بن طفله المري أحد الخبراء في عالم التضمير والمشاهير سعيد بن طفله نعود مشاهدين الأعزاء إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول والرامي وخوزان الرامي وخوزان خوزان يتقدم الرامي ما قسر حقيقة منذ بداية هذا الشوط وهو يتبادل المراكز مع أخوانه مرة مع البصير ومرة أخرى مع مع مدلل وأيضا في هذه اللحظات هذا هو على مقدمة الشوط الآن يتقدم يتقدم خوزان ليحتل المركز الأول ويحتل صدارة الشوط اللي ما قسر الرامي ونحن على نقترب نقترب مشاهدين الأعزاء من العد التنازلي في هذه اللحظات غادرنا لوحة الكيلومترين الأخيرين غادرناها مع الزمون مع بنوك الإنتاج مع فحول المستقبل هذه ترقص هنا على أرضية الميدان المركز الثاني الرامي 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 لهجن الشحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي في تضمير المركز الثالث يتقدم ويتحرك والبصير هجن الشحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي ويتقدم من المركز الخامس إلى الرابع ومن الرابع إلى الثالث مباشرة هذا هو يتقدم مشكور مشكور لسعادة الشيخ علي بن عبد الله بن محمد العبد الرحمن الثاني سعيد محمد بن طفلة المري في عملية التضمير المركز الرابع رابع المراكز البصير البصير هجن الشحانية تضمير مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي ومدلل على المركز الخامس لهجن الشحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي في المتابعة والتضمير نعود إلى الانطلاق نعود إلى الابتعاد نعود إلى مدلل أو الرامي 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 يا الوهيبي الرامي يا العملاق هذا هو الرامي ينطلق ورم الرامي بسهامه الرابحة ليختطف ناموس الشوت وليصطاده ليصطاد ناموس الشوت هذا هو الرامي ورمية الموفقة وتسديدة الموفقة الكيلومتر الأخير ويتحرك البصير على المركز الثاني في هذه اللحظات والاثنين مع المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يقدم لنا الزمول في هذا الشوت وهدير الزمول وهدير الزمول في حول المستقبل أزعجني هنا في سيارة التعليق يا سلام المركز الأول خوزان 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 يتقدم خوزان يتحرك خوزان في هذا الشوت وفي هذا العرض التراثي الأصيل تستعرض هذه الزمول ما شاء الله تبارك الله على هجم الشحانية في هذا المساء وعلى الرامي وعلى خوزان وعلى هذا الانطلاق الممتاز الوهيبي لله درك يا سلطان على التجهيز الممتاز والتضمير المميز هذا هو خوزان على المركز الأول ويلحقه الرامي جنبا إلى جنب جنبا إلى جنب الاثنين بسلام وأمان تقترب مشاهدين الأعزاء من الأربعمائة متر الأخيرة الأمتار الحساسة ورمى الرامي يا سلطان رمى الرامي في هذا الشوت يا سلام الرامي 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 متابعين الأعزاء الرامي يختطف نوموس الشوت وانتظر الرامي ونتمنى له التوفيق في هذا الموسم ولأخوانه الزمول المشاركة في هذا الشوط وفي غيره من أشواط هذا المساء هذا هو الرامي بشعار هجن الشحانية بشعار هجن الشحانية المميز ينتزع المركز الأول بدون أي التعليمات وسلام عليك يا سلطان بمحمد بن سالم الوهيبي على هذا التجهيز الممتاز الرامي ينتزع المركز الأول المركز الثاني خوزان الهجن الشحانية سلطان بمحمد أيضا في التضمير المركز الثالث يصل المركز الثالث هتاش الهجن الشحاني التضمير أيضا مع السلطان الوهيبي الثلاث المركز الوهيبي بقيادة المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي المركز الرابع مشكور لسعادة الشيخ علي بن عبد الله بن محمد العبد الرحمن آل ثاني تضميره مع سعيد بن محمد بن طفله المري وعلى المركز الخامس امدلل هو من احتل المركز الخامس الهجن الشحاني التضمير أيضا مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي هذا هو الرامي يرتمي في احضان المركز الاول بتفوق وجدارة واستحقاق تهانينا والنموس على الفوز بالثلاث المراكز الاولى الهجن الشحانية وتهانينا لمضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من قدم لنا الرامي في هذا الشوط اخر ياشواط الزمول هذا هو الرامي بسلام وامان وباريحية تنتامة يصل الى خط النهاية 10 دقائق ثانيتين 29 جزء من الثانية تهانينا لهجن الشحاني وتهاني لسلطان بن محمد الوهيبي المركز الثاني يصل فيه خوزان 10 دقائق ثانيتين و 71 جزء من الثانية تهانينا ونموس جزء من الثانية تهانينا ونموس جزء من الشحاني أيضا والتهاني لسلطان بن محمد الوهيبي المركز الثالث يصل فيه مدلل المركز الثالث هتاش هو من وصل في دالة المراكز بالفعل 10 دقائق 10 دقائق 78 جزء من الثانية تهانينا ونموس جزء